بعد ثلاث جولات عجاف قسمها المشترك انعقادها في جينيف لكنها لم تحقق أي نتيجة على الأرض أقلها وقف نهر الدم المنتشر في الأراضي السورية جولة جديدة من المفاوضات بين النظام والمعارضة تنطلق تحت مسمى جينيف أربعة المقرر عقدها في الثالث والعشرين من شباط يرى البعض أنها قد تكون بداية لخطوات عملية نحو حل سياسي وسط استعجال روسي في حين يرى آخرون أنها ستكون كأخواتها جينيف واحد واثنان وثلاثة يتوقع محللون أن التركيز في الاجتماع المقبل سيكون بشكل أساسي على الدستور الروسي المقترح للحكم المقبل في سوريا ووقف إطلاق النار في المناطق كافة وإجراء انتخابات برعاية الأمم المتحدة سبق الجولة المرتقبة اجتماع أستان اثنين الذي بدأ بتأجيل ليوم واحد نتيجة عدم وصول وفد فصائل المعارضة لأنه لم يتلقى دعوة رسمية من قبل الحكومة الكازاخية كما شهد توترا بين وفدي المعارضة والنظام والوفود الدولية وسط تصريحات متضاربة صدرت عن كل من روسيا والمعارضة السورية التي لم تدخل إلى قاعة الاجتماعات إلا بعد حصولها على ضمانات روسية بوقف القصف على المناطق المحررة كما أصر وفد المعارضة على تحييد إيران عن أي دور في مراقبة وقف إطلاق النار واعتبارها طرفا في النزاع وليس ضامنا بتزامن مع ذلك ربما وفي بادرة منها لإظهار جديتها للوصول إلى حل في سوريا أفرجت روسيا عن وثائق طرحتها في اجتماعات أستانا تضمنت خطة لتحديد الخطوط الفاصلة بين القوى المقاتلة في سوريا برقابة لجنة ثلاثية من روسيا وإيران وتركيا وتقوم آلية عمل اللجنة الثلاثية على تبادل المعلومات عن الخروقات بمساعدة من مراكز وقف إطلاق النار الوطنية في كل من البلدان الثلاثة ومركز العمليات التابع للأمم المتحدة في جينيف كثيرة هي الاجتماعات المتعلقة بهدف الوصول إلى حل في سوريا في البدء كان سلسلة جينيف وبعدها مجموعات أصدقاء سوريا ومؤخرا أستانا في حين قليلة هي القرارات التي نفذت لإيقاف مسلسل الموت والدمار في البلاد